أن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع هذا هو ضابط البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهذا هو البدعة فمثلا إنسان صار يذكر الله تعالى على صفة معينة مثلا كل يوم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مئة مرة أو مئتي مرة هنا تعبد لله عز وجل لكن هذه العبادة لم يرد بها الشرع إذن يكون بدعة سواء في أصل العبادة أم في وصفها فكونوا مثلا يأتي بذكر من الأذكار ويحدد له زمنا معينا أو عددا معينا هذا بدعة مثلا لو كان يقرأ كل صباح بعد الفجر سورة الصمد قلوا هو الله أحد يقرأها عشرين مرة ويواضب على ذلك لقولنا هذا بدعة أين الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال